تحية طيبة سمعنا بعلاج اللي كي تستعمل للمبلازمة للمرضى المعالجين من الكوفيد 19 وهذا كي يقدم تقولوا عليه بأنه هو أمل حقيقي للعلاج والآن تجرى دراسات لتقييم فعالية هذا العلاج لأنه يستعمل للمبلازمة مرضى اللي تقاسوا بالكوفيد 19 واللي تعالجوا براو وهذا العلاج كي يخدوا باش نوفروا هادوك الأجسام المضادة شنهية اللي توجدوا عند الناس يتصابوا ولي كنلوزهم بانطريق هاد البلاسما الأشخاص الآخرين اللي هما متصابين اللي عندهم أعراض باش نساعدهم على العلاج وعلى التشافي وهنا عدة تجارب أولية هي واعدة يعني كزعتنا واحد الأمال في المستقبل وهي إيجابية لحد الآن وكيمكننا نصور بأن هاد العلاجات غد تقدر تستطور بسرعة وكغالب العلماء كوالأبحاث كتتتت تعطي بأنه في أوائل شهر ماي غد ينقدر يكون عنا واحد دراسات اللي هي جد مهمة حول فعالية هاد العلاج وكنت تدروا هاد نتائج فارغ الصبر لأنه هي في المجموعة الأولى اللي تستعملت فيها كان المرضى عدد يلهم كيفوتش عشرة وكني أعطت علامات تحسون في السرير يعني في كلينيك المرضى اللي كيكونوا عندهم أعراض تحسون حالتهم الصحية بعد أسبوع واحد لأنه عطيناهم ذاك المضادات بلا ما كانت سننوا واش الجسم ديالهم غادي يكون هاد المضادات الحيوية أولا لا وهاد شي فتب أسبوع هاد شي يعني العلاج كي بدو كي يظهر أنه كيعمل مزيان واحد مرض اللي احنا ما زال ما كان عافوش كله لكن هاد البلاسما والعلاج به هاد البلاسما كيقدر يعطينا واحد نتائج مهمة لكي لابدا بأننا ما نساوش بأن هاد البلاسما تقدر يكون عنده بعض الأعراض السلبية والإخصناك تهيدا نأخذها بعين الاعتبار ونأخذوا جميع الاحتياطات قبل ما ندروا هاد الحقان ديال البلاسما لهاد المرضى واش نقلوا لهم هاد المناعة المكتسبة من عند الآخر فاته اللي عندهم هو مناعة سلبية يعني جبنا لهم مثل علاج اللي قاح الملقاح مباشرة من الدم المريض اللي هو تشافى ونتمنى إن شاء الله في أقرب وقت يكون نتائج جد مفرحة على هاد في هاد المرضى اشتركوا في القناة